السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله وهنروح على منطقة من افهم واجمل المناطق اللي موجودة في امارة دبي وهي منطقة دلوقتي احنا في شارع طلعنا من شارع المركز المالي ودخلين كده هيكون قدام تقريبا شارع الصفة وفي على شمال زي ما احنا شايفين دلوقتي فندق تابع تقريبا لمجموعة اعمارة على ما اعتقد فندق جميل جدا وعلى اليمين في بنايات زي ما احنا شايفين وعلى الشمال او اليسار في منطقة اللي احنا هندخلها دلوقتي بالعربية علشان نتمشى فيها شوية ونتفرج على قد ايه المنطقة دي فعلا من اجمل وافخم المناطق اللي ممكن نشوفها في امارة دبي اشارة هنقف فيها سريعا هنقطع هنا وعلى طول هندخل طبعا اه زي ما احنا شايفين بداية كده اه اول ما بندخل الشمال كده بنبدأ البداية بتاعة المبنى اللي احنا شايفينه او البناية اللي احنا شايفينه على ناحية اليمين دي دي الجامعة الكندية اللي هو ناحية اليمين ده اللي علي منها تمام وهنا كده دي بداية دخول فيه كمان بعد ناحية اليمين بعد الجامعة الكندية سايفين كده العربيات اللي هي ناحية اليمين دي كلها بدخلها كده ناحية اليمين المنطقة دي كلها جوة فيها مطاعم ومحلات ويعني كل اللي نفسك فيه ممكن تلاقيه هناك يعني في المنطقة دي هي منطقة راقية جدا 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 ومن المناطق اللي انا يعني بجانب بالجوميرا اللي انا نفسي نفسي ان انا في يوم الايام ان انا ممكن اسكن في المنطقة زي دي دلوقتي احنا دخلين كده زي ما تشايفين ادي قدامنا بورش خليفة ما شاء الله حاجة مبهرة جدا ويميلة وانحنا شايفين قدامنا دي دي كوكا كولا ارينا كوكا كولا ارينا هي مكان بيتعامل فيه جميع الفعاليات والحفلات واستضافت ناس كتير قبل كده وان شاء الله بإذن اللي تعالى تستضيف ناس اكتر واكتر على اليمين زي ما احنا شايفين كان مع بعض في مباني الجميلة دي المباني السكنية وفي تحتها زي ما احنا شايفين كده زي محلات في منها المفتوح وفي منها لسه اللي معروض ان هو يا اما يتباع يا اما يتأجر حاجة جميلة جدا فيه قدام كمان زي ما انتم شايفين بنايات اكتر واكتر او مباني اكتر واكتر وزي ما انتم شايفين ان بساحات الخضر كمان جميلة يعني اه شيء بصراحة يعني انا انا بصراحة لما بحب ان انا يعني اصاف في زيني او ان انا حب ان انا اتمشى شوية بالعربية او السيارة او ان انا مسلا نحب ان انا فوق ديش طبعا نوقت الشتاء لان السيف بيبقى شوية حر دبي حر طبعا كل الناس عارفة ان معظم دول الخليج بتبقى حر في السيف وبطبيعة الحال دبي او دولة الامارات العربية المتحدة الحبيبة برضو بتكون نفس الكلام فانا بصراحة بحب ان انا اقضي اه وقتي اه يعني وقت الفراغ في اه ان انا اتمشى في المنطقة الجميلة دي خصوصا في فصل الشتاء اه طبعا المنطقة اه فيها اه شقق ان هي للاجار او شقق ان هي تكون للبيع اه المنطقة راقية جدا 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 لكن انا الحقيقة مش متأكد مين اه يعني بتاع المنطقة مش مش هعرف ازا كان مراس ولا مين بالزبط مش متأكد حقيقة بس ايا كان المسؤول عن عمل المنطقة دي فهم بصراحة يعني عملوا منطقة يعني مش بس حلوة للناس السكان او الناس اللي بتأجر او الناس اللي هي سكنة في المكان ده لأ حتى للناس اللي زي اللي بتروح مسلا عشان تركب السيارة وتتمشى بيها في مكان زي كده او ان هي تروح مسلا اه تصفي زهنها في مكان زي ده طبعا اه بتجذب ناس كتير جدا ان هي تيجي اه عليها لما بيكون فيها حفلات او او فعاليات او حاجات من دي بيجي فيها مغنيين من جميع الحال العالم بيجي فيها مؤديين من جميع الحال العالم بحاجة اه يعني بصراحة مبهرة وجميلة جدا. طبعا من من الحاجات جدا المميزة اللي بنشوفها في في اللي احنا شايفينه فوق ده الدايرة اللي احنا شايفينها فوق دي. دي من اهم المعالم اللي بتكون مميزة جدا في مبين كل اشارة واشارة او اه عفوا في كل اشارة هنبص نلاقي دول موجودين اه في مكان توقف كل اشارة. ناحية المين تقريبا في مول اه مش فاكر برضو اسمه ايه سامحوني. لكن في اه موجود وفي مطاعم واماكن حلوة جدا. واناحية اليسار دلوقتي هنعدي هنشوفه بطريقة اوضح. استنينا كده الاشارة تفتح من احلى الحاجات بصراحة لانا بحبها جدا في امارات دبي او في دولة الامارات العربية اللي بتحتها بصفة عامة. احترام الانسان. ان لما البني ادم يكون واقف والاشارة بتدوس على زرار علشان تستنى اه السيارات او تبقى يعني تدي نور احمر للسيارات والانسان يعدي. البني ادم يعدي. حاجة حاجة جميلة جدا. وعلى فكرة ده مش بس موجود في ده موجود في اماكن اه كتيرة جدا. خلينا هكده هناخد ونلف. ولسه في زي ما انتم عارفين ناحية اللي مين في اماكن لسه بتتبني وبتتعمل. آآ العليمين ده ده اسمه جرين بلانيت. وانا كنت عملت فيديو عن المكان ده بالتفصيل بالكامل. تدخلوا على القناة عندي هتلاقوا الفيديو كامل. دي جواها زي ما يكون كأنكوا دخلتوا مسلا آآ آآ يعني غابة استوائية بس كلها آآ يعني معمولة بعمل الانسان. بس طبعا الحيوانات والتيور والحاجات اللي موجودة كلها حاجات آآ حاجات طبعية طبعا. ما انتم شايفين كده طبعا الاولوية للناس اللي بتمشي في في الشارع لازم السيارات تنتظرهم لغاية لما يعدوا. وده من من اسمه الحاجات اللي ممكن تلاقيها هنا في دولة الامارة العربية المتحدة. آآ ان انت تدي احترام للبني ادم. تستنى للبني ادم لغاية لما يعدي الشارع وبعدين آآ تكمل انت طريق بتاعك. احنا كده هندخل آآ ناحية اليمين ان شاء الله. آآ نحو الجمين وندخل. وهنكمل طريقنا. ونتفرج بقى ونشوف بقى ناحية اليمين والشمال او اليسار. زي ما انتم شايفين المباني. هي شبيهة لبعض. آآ انا بصراحة ما مجات ليش فرصة ان انا ادخل اي آآ يعني شقة او حاجة او وحدات سكنية من دول. ولكن طبعا يعني الشكل اللي بيتكلم عنها من آآ من برة يعني شكلها واضح ان هو جميل جدا. وزي ما انتم شايفين في الاشارة هناك ايه? العلامة المميزة. وهي الدائرة اللي هي الكبيرة دي. زي ما انتم شايفين هي مكتوب على كده هنرجع آآ وهنروح على اخر الشارع ونتفرج على آآ برضو المباني او البنايات من اليمين والشمال. آآ لو هتلاحظوا هتلاقوا تحت المباني هتلاقوا فيه كتير آآ زي محلات او مطاعم. في بقى موجود كل يعني اللي ممكن تفكر فيه ممكن تلاقي بقى مثلا الحاجات اللي هي مركات العالمية. ممكن تلاقي فيه كمان موجود بتاع البرجر. الناس بتحبه كتير جدا. واه اهو تقريبا ايو اهو. ده بيعمل برجر هيل وجميل. انا بتمنى ان تكون اعجبكم فيديو النهاردة. وآآ بتمنى اني اشوفكم ان شاء الله مرة تانية على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة